بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من ذي لأم لأن جهنم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجة وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهما للمطاجر يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من طرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كانوا منك من كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يصوجوا منها أعيدوا فيها وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخلوا منها أعيدوا فيها أقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأزنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائها وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم مهمة يهدون بأمرنا لما صبروه وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات ما فلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء الأرض الجوز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فعارض عنهم وانتظر إنهم متظرون